أستاذ محمد من اليوبية يتفضل مساءل خير إزاك يا شيخ مساءل نور أهلا مساءل إزاك يا أستاذ محمد أستغلق لكم أعود أن أتألت فعالي تفضل أولهم يعجوز السرع بالزيل غير الشرعي ولا لا للسيدات الزيل غير الشرعي اللي هو أيه الزيل غير الشرعي البنطلون الحاجات اللي هي محرمة المحرمة اللي بدي أن تتنسي دا في الشارع طيب واحدة واحدة بس واضح إن السؤال كده فيه سؤال ورسالة لحد فأنا عايز بس نأخد السؤال الأول وبعدين نأخد رسالة لحد أنت دلوقتي بتقول لي إن واحدة لبسة لبس دايق وعايزة تصلي باللبس الدايق ده يعني إيه تصلي باللبس الدايق إن هي تبقى لبسة لبس الدايق مش لبس دايق يا شيخ اللي هو دايق اللي هو إيه اللبس غير الشرعي اللي هو إيه اللبس غير الشرعي تاني كده يعني إيه لبس بيبين جسمها يعني اللبس ده وقت لبس شفاف يعني واللبس أصلا ماينفعش الست تصلي الصلاة لابد لكي تصلي الست لابد ان هي تغطي جسدها الا الواجه والكفين واضح فده اللبس اللي لازم تصلي بيه المرأة ان هي تكون ستر عورتها فما ينفعش المرأة تصلي وهي كاشفها للعورة كاشف العورة بيخل بشرط من شروط صحة الصلاة خلاص يا سيدي فاذا كنت بتسعل عندها ان هي تصلي وهي لابسة اجيبها سيارة او مع الريأ ديها او اي حاجة تانية فالصلاة بتاعتها ما تصحش هي لازم تسطر عورتها ده السؤال الاولاني السؤال التاني السؤال التاني يا جزر قعدة بالزير لزير الشرعي مع البحارم والسيدات ولا لا يعني ايه اللبس ازي غير الشرعي بص يا سيد محمد انا اقول لك حاجة بس انا واضح ان انت عندك تركيز على رسالة عايز توصلها لحد توصلها لخطبتك توصلها لمراتك انا عايز افهم السؤال ما تسأنيش عن ازي غير الشرعي ازي غير الشرعي اللي هو ايه اللي هو احنا عندنا ازي الشرعي بتاع المرأة ان هو لا يصف ولا يشف فانت بتتكلم عن ايه ايه ازي غير الشرعي ده وبعدين عورت المرأة مع المحارم غير عورت المرأة مع الاجانب فانت بتسأل عن سؤال اسألولي بوضوح يعني مش هينفع ان انت من خلال كلامي توصل رسالة لحد انا انت تسألني سؤال عشان اجاوب عليه ايه الزي غير الشرعي معنى الزي غير الشرعي ده تمكن يكون في دماغك انت معنى الزي غير الشرعي يعني الحاجة اللي هي مش لطيفة الحاجة اللي هي مش زوء لو هي سترة عورتها سترة عورتها ولا يظهر منها إلا الوجه والكافين دوت عورتها مع الأجانب أما عورتها مع المحارب مع أبوها مع أخوها فعورت المرأة من السر الرقبة انت بقى بتكلم فاني سؤال بتكلم عن الحاجة اللي بتوصف الجسم الحاجة اللي في البناطيل والكلام ده مش أكتر طيب البناطيل دي لو كانت هذه البناطيل اللي هي مفهاش كشف للعورة انت دلوقتي مع البناطيل اللي بتصف وبتشف في ديت ممكن تكون أصلا بتختلف فيها نظر الناس هي عليها أن تسطر عورتها وعليها أن تلبس لبسا ليس في نوع من أنواع إن هي تصف فكأنها مش لبسة هدوم ولا تشف فتظهر لون الجلد واضح؟ تصف يعني كأنها مش لبسة هدوم وتشف كأنها يظهر منها لون الجلد واضح المسألة يا سيد محمد السؤال اللي بعد كده ترجمة نانسي قنقر